السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه كل سنة وانتم طيبين ودخول المدارس يلا نحضر مع بعض اللانش بوكس بافكار سهلة وبسيطة وتنفع كده الاطفال في كي جي وفي ابتدائي ان شاء الله تعجبكم لو اه مرة تشوفوني انا دينا ما تنسوش تنزل وتضغطوا على كلمة اشتراك واللايك للفيديو لو عجبكم يلا بنا نبدأ على طول اول حاجة كده عندي اللانش بوكس هيبقى جزئين هيبقى السندوتشات انا عندي هنا البلح بجيب البلح الاسود وقشره واشير منه البزر وعمله في السمنة كده انشوحه في السمنة وبتعامل سندوتشات لذيذ ومغزي قوي كمان ياريت ياريت تحببه اطفالكو فيه اه لو هما مش بيحبوه وكمان انا بخزدينه في الفريزر تقشريه بقى وشير منه البزر وتعينيه كده يبقى طالع على ان انتي بس تحطيه في السمنة وتعمليه سندوتشات اه تاني حاجة عندي بقى هنا هعمل سندوتش كده بطاطس طبعا الاطفال كلها بتحب البطاطس المقلية اه فهنعمل كده سندوتش بطاطس او اي حاجة بيحبوها وبضايا بقى كمان عشان ما عملناي سندوتش بيد ولا حاجة شوية خضار بقى خيار جزر وكمان شوية فكهة اللي هما بيحبوها او المتوفر عندك وتكون كده حضرتي بقى لانشبوك السهل وبسيط قوي وكمان هيعجبه ان شاء الله ممكن تحطي معي بقى كيش شوكولاتة او بسكوت عصير زي ما تحبي تاني واحد معنا هنجيب العيش التوست نحط عليه جبنة اه وكمان نحط عليه بقى شريحة من الجبنة الشيدر بالشكل ده كده ممكن نحط بقى خاص كابوتشة خيار اي خضار حاجات سهلة كده وبسيطة وتبقى خفيفة عليهم وبداية وعندنا برضو هنحط الفكهة اللي بيحبوها وبكت كده بقى نحط فيه شوية بطاطس محمرة بالشكل ده بس كده التاني واحد معنا خلص تالت واحد معنا بقى هنعمل ساندويتش كده من المربة يعني هنعمل واحد ساندويتش مسكر ومعاه ساندويتش بقى مثلا بيد جبنة الحاجة اللي بيحبوها برضو وتبقى مغزية ليهم في نفس الوقت والجزء التاني هيبقى برضو عبارة عن ممكن زتون خيار فكهة بس كده والشوكولاتة او البسكوت اللي بتحبو تدهله ممكن كمان تعملوا كاب كيك كيكة انا هنا عاملة بان كيك عشان يبقى سهل كده في الاكل معاهم وحطت عليه صوش كده صوص الشوكولاتة كده بسيط وبس كده كل سنة وانتو طيبين يا رب يكون كده الافكار عجبتكم استفدتوا منها طبعا دي الاطفال الصغيرين وبلاش مبالغة هم اصلا اصلا الحمد لله ما بياكلوش اللانش بوكس ده كله احنا بنعمل اللي علينا ويا رب كده يفتح نفسهم وياكلو كمان وكمان ينفع كده للاطفال الصغيرين اللي في اولى ابتدائي التانية ابتدائي كل بقى ما يبقى جبار يعني ممكن تقدري تزودي او تحطي الحاجات اللي المهم بيحبوها اكتر يارب يكون الفيديو عجبكو استفدتوا منه ما تنسوش لايك الفيديو واشتراك في القناة مع السلامة